مبارح وزارة الداخلية اعلنت عن ضبط 2021 عنصر اجرامي ومصرع 4 عناصر اجرامية شديدة الخطورة وده في نطاق 24 مدرية امنة في اطار جهود الاجهزة الامنية خلال شهر هنتابع ده من خلال التقرير التالي جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة اسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط 2021 عنصر اجراميا ومصرع 4 عناصر اجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مدرية امنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا ابرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 1170 قطع السلاح ناري ابرزها اثنان جيرينوف ورشاشان ومائة وخمس وسمالون بندقية أليا ومائة وسمان وعشرون بندقية خارتوش وستة وخمسون مسدسا وسبعمائة وسبعة وتسعون فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الاعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 226 متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3591 قطع السلاح ناري بحوزة 2929 متهما ابرزها 3 جرينوف ورشاشان و430 بندقية و394 بندقية آلية و155 مسدسا و2607 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و465 خزينة اضافة لـ 5251 قطعة سلاح ابيض وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضموا 62 متهما قاموا بارتكاب 79 حادث متنوع كما تم ضبط 444 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غموض 330 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحارق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية 499 متهما كما تم إعادة أربع سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ مليونين و125 ألف وتسعمائة واثنين واربعين حكما قضائيا من بينها سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وخمسون حكم جنايا وستمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وأحد عشر حكم حبس جزي ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعون حكما مستأنفا ومليون واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون حكم غرما وثلاثمائة وخمسة ألف وأربع وثمانون حكم مخالفة شكرا